لا يبدو أن هناك شيئاً كفيلاً بحل أزمة الطوابير المتراكمة أمام الأفران في مناطق سيطرة النظام بعد أن أحالها الأخير إلى طقص دائماً من تقوص السوريين وحياتهم قرارات جديدة من وزير التجارة الداخلية للالتفاف على هذا الواقع فما جديدها؟ في تصريحه لصحيفة الوطن الموالية أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم عن آلية جديدة لتوزيع الخبز في دمشق وريفها خلال الأسبوع الحالي وستعتمد الآلية الجديدة على مبدأ التوطين وذلك من خلال زيادة عدد المعتمدين وإيصال الخبز إلى المعتمد بسيارة مجهزة وبنوعية جيدة وتحديد نقطة مبيع معينة لكل بطاقة على غرار الآلية المتبعة في بيع المحروقات عبر المعتمدين على حد قول سالم تأتي تصريحات الوزير الأخيرة مع التصعيد الروسي في أوكرانيا ومع ما سيلحقه من تأثيرات على واردات القمح إلى سوريا إذ يؤكد اقتصاديون أنه لا بد من ضرر محتوم سيصيب سلاسل التوريد الآتية من البلدين حيث تعتمد سوريا بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني فضلا عن توقع مضاربة عالمية لاستجرار أكبر قدر ممكن من القمح والحبوب من مصادر عالمية مختلفة غير أوكرانيا وروسيا في وقت ستعجز فيه حكومة النظام عن منافسة هذه المضاربات ودفع أسعار مشجعة يقول معهد الشرق الأوسط للأبحاث إنه إذا عطل الغزو الروسي لأوكرانيا إمدادات القمح للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه فقد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عديدة عدة مؤشرات تدلل على أن سوريا ستكون من أكثر المتضررين بسبب ما تشهده من تدهور اقتصادي وارتفاع لمعدلات الفقر فعن أي آليات يتحدث الوزير وكل الوقائع تؤكد أن السوريين باتوا في انتظار أسوأ السيناريوهات لن يكون الخبز الأوحد فيها